موسيقى العاشق العاشق ليولام والحب على العاشق مقدار مكتوب يا ليلي يا ليلي يا ليلي الفكرة جاءت عن طريق هذا الواقع وحبنا العاشق من كل الطموح باش يهجر الضفال أخرى لأساس مكينش لي بغينهم ملقيناش زعمة في بلادهم وحاولت أنني ندير أغنيات تكون هادفة تكون كتحكي بالمعاندة للشعب كمان أنا وتشعب أي حاجة غا ندير الخصة تكون هادفة وصافي هدي هكا بدأت الفكرة بدأت الفكرة سجلنا هاد الاغنية هادية كنت من تصميم الفيديو كليب ديونس الراقي تجلت في السوديو عند دي جي سول اي في مراكش والحمد لله صافي لقات احسان زعمة معند الجمهور مزيان مشام مزيان الاغنية سبارك الله هشام سماتي هشام سماتي فلنا الارجيغيان وعندي بزاف دل لزامي عام الارجيغي لزاغتيس كاملين صحابنا الحمد للله هشام صادق ديالي من الكي جي المغرب كي سول فيها كنت لقاو مع بعضياتنا يعني نورمال كنت تربطنا صداقة مع بعضياتنا وصافياته ما كان كين كين عروض كانت عروض كنا غنديرو مؤخرا في العام الفايز كنا غنديرو جوش ديالي شانسون هانا وما كتابوش ما كانش الوقت عنده هو وحاليا دابا ان شاء الله كنقول إلا كانت شي حاجة غتكون معه ان شاء الله غنمشينا عنده الجزائر ان شاء الله يا ربيري هاد السؤال فيما مشي تسبح الله كترحوه لي ومعرفتش علاش بالنسبة لعادي الميلودي عادي الميلودي فنان كباقي الفنانة كنحترمو كيعجبني كيعجبني سيوا لكن مشي قدوة بالنسبة لي لأنا وما انا كنغني مسائلي انا وكنغني بإحساسي وبروحي وكل فنان عنده روحه وعنده إحساس دياله يعني ما بيمكن ليش نقلد شي واحد ما انا باغي نصنع كارير ديالي انا باغي نوصل لطموحي انا يعني كنعمل شي حاجة انا كتعجبني ما هاد شي مكين منوش شي حاجة ما كان قلد حتى شي واحد ما وما معلب هاليفة الساعة عتب شي واحد يعني انا عايش حياتي انا وكنشوف انا عادي الملودي كشخص فنان اه تبارك الله عليه كان حسار مو ولكن اه بينو بينو كينبعد بزاف يعني ما لا 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 بعد بزاف على الراي هادك ما هادك ما غناد راي ما والو هادك يعني يعني في حالين قدر نقول لك واحد الخاليط واحد الخاليط دارو هو لانو نخرج مع الموجة الواي واي هاد الموجة اللي كينة دابا كينوح الموجة دابا القادس يحسن معند الجمهور وغاد يوى لكن غاد استطفى يعني ذاك الموجة ما ماشي ما قدرش نقول عليها اصل لانو الاصل خلوها القدم وادا باد السيل هادا يعني غايجي بحل وغس وما يبقاش وبالنسبة ان اي من السرحاني ما لا يسمحنا يا ربي ما ما شي ما ننظرش فيه ولا شي عاجا ولكن ما انك يبلي ديك شي ما شيفن اللي كيدير و ما ما ديك يعني ديك البالور اللي عندو ولا ديك القيمة يعني ما ما كانش خصتكو صراحة الله لانا لحسب هلا حسب الاحسب هلا غنشوفوا بالدوق وبالفن وبالقيمة الكلمات وبالقيمة الالحان وبالقيمة ديك الشي اللي كيعطينا ديك الفنان ارى ما غنحسبوش هاداك فنان ما غنحسبوش هاداك فن وهو شامزيني ولكن لا يجينا نشطحون دحكون نشطون دوزو صوريات ديه لنا نعم موسيقا يعني ريتميك يعني الميزان ديالا نايد كيشتاح كيف الرقم ويجب أن يكون الأمر معاً. لكن الأصل يبقى الأصل. لكن الحديث أنه ليس لك. لأن أي فنان يريد أن يذهب إلى الموجة. وكما نقول هذا الأمر يكون هذا هو المصدر للعيش. يريد أن يكون في الجديد ويريد أن يكون في الجديد ويريد أن يكون في الجديد. عندما دخلت هذه الموجة في كارت درت شي حاجة عندي جوش ديلي شانسون من هاد ستيل هادا عندي لولا الأغنية لولا سميت تعطيهم العاصر والثانية سميتها عندي مضاماتي تزيزة ولكن درت ديك الأغاني ماشي درتهم على أساس أنني باش نكابتي في ديك ستيل هادا كولوش نبقى فيها يعني درتهم غير يعني حتى أنا كاين هاش منو درت فهمتيني ولكن ضروري أي حاجة ديالي غادي تكون هادفة من دبا فوق نشي إن شاء الله يا ربي الحبيب وهذه الفكرة ديالي مخصني نوصل شي حاجة الناس تكون عنده واحد الهدف يعني واحد الفكرة توصل مزيانة وتكون فيها شي حاجة زوينة كان عندي كين ملعائلة ديالي ولكن مع أمرو شجعني بالعكس كان كي جرع ليا كان كي جرع ليا وكي ما كاش باغيني اندخلنا هاد دومين هذا هو عمي عمي كان كديما فيما كي سمعني باغين اندخل باغين ووصلنا هاد شي هادايا كي ما كي بغيش ما كي بغيش سابكي قولي بلي ان هاد شي هادا اللي احنا مشين فيه را مشين مزيان را ما يصلح لكش انتا ما مستقبل ما تشي حاجة ولكن قسك تعرفوا الحاجة الفن واحد الحاجة كتخلاق في الإنسان يعني أنا طبع ديالي ملي كنت بقي كان قراف ابتدائي ملي كنت بقي ما واعيش بآنا شنو كان دير كنت كن يعجبني الفن وكنك يعجبني أي حاجة كنشوفة كترمزن شي حاجة لا لوحة ولا رسم ولا شي حاجة زوينة كنت كد كد قطيريني بارتي الغناء يعني من صغري وانا متشبت بهتش هادايا ومن صغري وانا وانا كن بغيش الفن وكان بغيش هاد شي انا اللي عيش فيه داب الحمدلله السير هو الدكاء لأن كما قلت لك كين بعد الفنانة كين فنانة عطيه الله سبحانه وتعالى خامة في صوته صوت جميل وعنده ما يقول في أي حاجة ولكن كيكون ما كيعرفش يختار المواضيع كيكون مشيدكي مشيدكي في العرض دياله ديال الأغاني دياله وكين فنان وخما كيكونش كيكتسب بزاف ديال الطاقات كيكون عطيه الله وحد داك وحد داك كيعرف وقتاش يختار أغنية زوينة كيعرف ينقي الكلام كيعرف وقتاش ينزل أغنية كيعرف كيفاش يتصرف هاداك ممكن يوصل يوصل على هذيك الإنسان اللي عنده طاقات وش هامتيني وهذا هو الواضح اللي كين دابه في المغرب ككل يعني مشيغل في الشامل وصافي وهذا مكان يعني الفنان بالنسبة لأولى خصي كوندكي وش ها نقول لك ديو ديو أنا ما كدب شاكي جوجد الناس اللي كانت من نام الله تجيبني معهم صدفة و أساسي ديالي ومعهم بديت كنسمع لهم الصغر ديالي ويعني كما كيقولهم دراسة ديالي أنا كنت كنستفذ منه وبقي الحد لأنك كما كن وعد الجمهور إن شاء الله ديما بجديد وكان وعده بديما شي حاجة إن شاء الله تكون في المستوى وتكون هديفة كين واحد العمل إن شاء الله دابانا كن وجد فيه غاي خرج إن شاء الله قريب غاي خرج مورال أغنية جديدة اللي حطي الدابة أديوس بلادي وغادي يكون إن شاء الله بالمشاركة مع الكاتب والملحن الكابير محمد المغربي وبينسير غاي يكون معلي كيب ديالي اللي كان نخدم معها ديما كان شكر طاقم أشواق على هاد الالتفاتة طيبة اللي التفتوا بيا ولي رحبوا بيا وكان سمنى نكون ضيفة في فعل قلبكم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة